يتوالى إنعقاد القمم العربية بصورة سنوية وتظل قضية العرب الأولى هي قضية الفلسطينية والتي تعد الشاغل الأكبر لقادة العرب ومحور أعمال قممهم المتتلية على اختلاف أجندتها وعلى صعيد التنمية تتواصل أعمال المؤتمرات العربية لترجم تهم ثاق العمل الاقتصادي القومي وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والحد من الفقر والبطالة المزيد في سياق التقرير التالي ما بين قمم عادية وأخرى طارئة عقود مرت على بيت العرب ومقصدها الأول في السلم والحرب في الوحدة والخلاف تاريخ حافر بالمشاورات والمداولات شهدتها القمم العربية منذ تأسيس جامعة الدول العربية وعلى مدار تاريخها حفر بعضها مواقف بأحرف من نور في صفحات العمل العربي المشترك بقرارات واضحة وأجندة عمل ملزمة عنوانها المصالح المشتركة تحت مظلة الأمن القومي العربي محفل عربي الهوية شكل نقطة تحول مهمة في تاريخ العربي المعاصر وانضوت تحت مظلته وحدة الهدف والمصير المشترك حتى أصبح وجهة العرب من أجل الالتئام والتشاور ونبذ الخلاف وتوحيد الصف بما يكفل احترام سلامة كل دولة وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها وعدم تدخل في شؤونها الداخلية وتوالى قطار القمم العربية ظلت قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية الشاغل الأكبر للقادة العرب ومحور أعمال قممهم المتتالية على اختلاف أجنداتها لتتوحد جميعا على دعوات الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس إضافة إلى التمسك بحل دولتين على حدود عام 67 احتراما لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بمبادرة السلام العربية بوصفها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم ولأن نواة العمل العربي المشترك لا تزهر بدون ترتيب أوراق البيت من الداخل فرضت الأزمات في سوريا ولبنان واليمن والليبيا والسودان فرضت نفسها على أجندة مختلف القمم ليتفق القادة في جميعها على توثيق أواصر الأخوة والتأسيس لعمل عربي بناء يراعي متغيرات المرحلة وتطلعات الشعوب العربية ويرتكز على تحقيق المصالحة الوطنية وتسوية الاختلافات المرحلية سدا لذاريعة التدخل الأجنبي والمساس بالشؤون الداخلية للبلدان العربية كما كان للقمم العربية دور بارز في وضع مشروعات عربية بديلة لمواجهة الممارسات الإسرائيلية في مختلف الدول العربية المحتلة والدعوة لتكوين قيادة عسكرية عربية مشتركة بالإضافة إلى الإدانة القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله وبينما توالى إنعقاد القمم العربية بصورة سنوية إلا أن الذاكرة العربية ربما تحتفظ بذكرى خاصة لتلك القمم التي تغنت بالهوية العربية مشددة على ضرورة العمل الجاد على تحصينها ودعم مقوماتها ومرتكزاتها إلى جانب التأكيد على نبذ كافة محاولات تجزئة الأمة وتقسيم دولها وشعوبها وإشعال الفتن والصراعات الأهلية المدمرة فيها وانتصاراً للإنسانية والمستقبل طالما حرس القادة العرب على تأكيد أهمية خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بعيداً عن إزدواجية المعايير مشددين في الوقت ذاته على حق جميع الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفقاً للمرجعيات الدولية وعلى صعيد التنمية واصلت أعمال القمم العربية مسيرتها لترجمة ميثاق العمل الاقتصادي القومي وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والحد من الفقر والبطالة هي إذن مسيرة حافلة من العمل العربي المشترك وتاريخ من الوحدة تكلل بعودة سوريا إلى الحضن العربي في قمة جدة من العام 2023 بعد غياب دام لنحو 12 عاما عودة لمظلة عربية كانت وما زالت وستبقى بيت العرب ومناذهم على مر التاريخ ترجمة نانسي قنقر